اليوم هو نباتات الزينة أول شخص نباتات الزينة وهي مثل الصبار السرؤ هذه نباتات زينة على أول ما نعرف كيف نحتني بالنباتات لا من أن تغني ثم لدينا نباتات الزينة والشخص نباتات الزينة سيتعرف كيف نغديةلها هاي النباتات اه شو الالية اللي روح نخدم فيها اول اشي عنا اللي هو التحشيب تمام التحشيب بكون اللي هو هاي هون هسه احنا ليش نقوم بخدمتها نقوم بخدمتها لحتى ما تنوو جيدا لحتى تحصل على التغذية كويس تمام اه لحتى تدوم حياتها اطول ماشي يا شباب اول اشي بخدمة بخدمة الزينة رح نتعرف على التحشيب والعزق اول اشي التحشيب اللي هو هون التحشيب ليش بعمل انا تحشيب اصلا التحشيب هس بس اصغي انا النباتات الزينة التحشيب بكون حوالي في في نباتات مضرة في نباتات ايش بتاخذ الغذاء انا بس اعطي لنباتات الزينة هاي ماشي يا شباب فبقوم بعملية التحشيب بشيل النباتات المضرة النباتات اللي بتاخذ غذاء نباتات الزينة بشيلها عن النباتة هاي لحتى تنمو لحتى تاخذ غذاءها هس التحشيب ايش هو قل الأحشاب غير المرغوف فيها من جذورها لكي تحصل نباتات على الغذاء والماء من دون منافس هاذ تعريف ايش تعريف التحشيب طبعا التحشيب عندنا ايش هو حكينا انه بقلع انا النباتات المضرة النباتات اللي بتاخذ غذاء كيف يعني بدون منافس هس النبتة هاي مثلا الصبار عندنا زارعينه احنا تمام فزارعين الصبار احنا في حواليه نباتات النباتات هاي ايش مالها بتاخذ غذاء ايش بتاخذ غذاء بس اصقي مثلا نباتة زينة بروح الماء للنبتة للصبار بروح للنبات الحواليه تمام فانا بقوم بعبرية التحشيب لحتى يكون الغذاء كامل لمين لنبتة الصبار فهذا هو كيف يعني الغذاء ماشي يا شباب فهسا هاي يعني مصطلح انه من دون منافس طبعا التحشيب بنقوم فيه يا اما بايدنا زي الشكل هذا اللي هون شايفينه كيف هذا هون بايده قاعد بعشب بايده تمام او بواسطة ادوات زراعين الادوات العزرعية مثل ايش مثل منكاش فأس تمام والمجرفة اذا يا اما بالايد يا اما بالادوات الزراعية هسا بدك تعرف لي اذا جبتلك بامتحان كيف عملية كيف تجري عملية التحشيب مثلا يأما بواسط اليد أو بالأدوات الزراعية مثل إذا جبت لك شو هي الأدوات الزراعية بتحفظ لي المنكاش والفأس والمجرفة هذا هو المصطلح المصطلح اللي هو التعشير طبعا التعشير من العمليات الضرورية لخدمة النباتات هسه ليش لأنه حكينا بأثر إيجابية على الموهع وتكاثر والتكاثر هسه عرفنا شو التعشير هسه لدينا مصطلح ثاني إيش اسمه العزق اللي هو هاد العزق إيش يعني إيش يعني عزق مصطلح جديد علينا صح العزق بقوم بتفكيك التربة هسه التربة بتكون سطح كسطح تمام فأنا مثلا بإستخدام الفأس صغير أو فأس كبير بحاول إيش أمكش مثلا التربة بس يكون بإيش بشكل إنه مش كثير عمق طويل بس عمق من 2 إلى 7 سنتيمتر وهي مهمة ماشي يا شباب من 2 إلى 7 سنتيمتر العزق تفكيك سطح التربة بعمق 2 إلى 7 سنتيمتر ليش طيب ليش أنا بعمل هاي علل كمان هنا ليش تفكيك سطح التربة بالعزق بعمق 2 إلى 7 سنتيمتر أول إشي في عندنا نباتات زينة بيكون جذورها مش فاتة بالأرض كثير بتكون جذورها يعني شوي لو إني أمسك النباتة بجوز تطلع من مكانها فأنا بس أقوم بعملية العزق بجمع بس أفكيك التربة بجمع بعض التربة وين على السيقان بجمع التراب حول الساق طب ليش عشان أثبت النبتة ماشي وإشي ثاني وإشي ثاني بكون ليش هاي هنا زيادة تثبيتها أنا ثبتتها تمام فهذا هو مصطلح العزق إذن بالدرس هذا تعرفنا على التحشيب اللي هو هنا تمام التحشيب وتعرفنا على إيش تعرفنا على العزق هذول أكثر إشي مهمات بالتحشيب إيش تعرفنا تعرفنا إيش هو التحشيب اللي هو تعريفه قلع الأحشاب غير المرؤوف فيها من جذورها علل ليش طيب كمان هون في علل شايفين يا شباب هون خلينا أمحي الكو هون تمام هون مع التعريف في علل ليش علل لكي تحصل إيش النباتات على الغذاء هاي جواب علل لكي تحصل النباتات على الغذاء والماء من دون منافس ماشي يا شباب وحكينا وشرحنا شو هي هسا العزق تعرفنا كمان على العزق بس قبل العزق التحشيب تعرفنا كمان على الأدوات اللي بستخدمها بالتحشيب يا أما بالتحشيب يا أما يا أما اليد أو أدوات زراعية اثنين العزق العزق يا شباب حكينا عنه إيش اللي هو هون العزق حكينا في إيش مهم إنه بفكيك سطح التربة بس إيش بكون تفكيك سطح التربة من اثنين لسبعة سنتيمتر طيب ها التعريف هو تفكيك سطح التربة ونقف نيل لسبعة سنتيمتر علل ليش لجم التراب حول سيقان النباتات وزيادة تثبيتها هذا اليوم هو درسنا تمام درسنا كثير سهل وكثير صغير بدي تحفظ لي مفهوم التعشيب وتحفظ لي علل وتحفظ لي إيش الأدوات اللي بس تخدمها بالتعشيب ماشي يا شباب هسا عنا هون إيش عنا بس تمرين تمرين ما رح أقدر إنه أعطيكو إياه هسا ماشي إذا دعونا آخر إن شاء الله بعطيكو إياه وبفرجيكو كيف هسا أسألة الدرس أسألة الدرس رح أبعطيكو إياها على الجروب الواتساب جميحها مع الحلول ويعطيكو العافية